اشتركوا في القناة نبدأ بالكتلة الهوائية الحارة المتوقعة نهاية الأسبوع للمنطقة الشمالية وأيضا الرياح الموسمية التي تهب على الليف بشكل يومي خلال الأيام القادمة وأيضا زخات من الأمطار على جنوب غرب المملكة يتوقع أن تشتد خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم قد نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم والتي توضح خلوم منطقة الجزيرة العربية من الغيوم بفعل سيطرة لمرتفع الجو العلوي في هذه المناطق وبالتالي سادة طقس مشمس في عموم المناطق باستثناء بعض الغيوم العالية في منطقة أو سواحل مدينة جدة وأيضا سواحل جنوب منطقة جدة ننتقل الآن إلى تفاصيل الخرائط تتوزيع درجات الحرارة متوقعة اعتبارا من الأربعاء وحتى يوم السبت للطبقات السفلة وأيضا طبقات متوسطة الارتفاع والتي توضح اندفاع لكتلة هوائية حارة من وسط الجزيرة العربية باتجاه شمال المملكة العربية السعودية ومنطقة بلاد الشام وبالتالي تعمل هذه الكتلة الهوائية الحارة والجفة على ارتفاع كبير على درجات الحرارة ويسوط طقس شديد الحرارة ومرهق في تلك المناطق لذلك ينبه طقس العرب بتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة خلال ساعة الظاهرة والعصر وأيضا شرب السوائل لتجنب جفاف الجسم في مثل هذه الظروف الجوية الحارة بالنسبة لتوزيع أو خراءة الرياح المتوقعة خلال الأيام القادمة واعتبارا من يوم الأربعاء في منطقة الليف تحديدا حيث بدأ تهب رياح شمالية غربية موسمية تعمل على إثارة الأترباء والغبار تكون نشطة السرعة مهبات نشطة أيضا حيث تهب رياح نشطة اعتبارا من ساعة ظاهرة وعصر يوم الأربعاء تعمل على إثارة الأترباء والغبار وأيضا تدني مدى الرؤية الوفقية تتراجع هذه الرياح اعتبارا من ساعات المساء والليل لتعود مجددا وتهب وتنشط اعتبارا من ظاهرة وعصر يوم الخميس على أن تتراجع أيضا بشكل يومي ساعة المساء والليل وتنشط أيضا بشكل يومي خلال ساعة الظاهرة والعصر تكون مرفقة أيضا بالأترباء والغبار والأترباء المثارة بالنسبة لخراج توزيع الأمطار للاعتبارا من الجمعة وحتى الأحد لنتحدث فيها عن الرطوبة المتوقعة أن تؤثر على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية حيث يتوقع أن تتأثر جنوب منطقة الربع الخالي بحالة من عدم الاستقرار الجوي تعمل على عطول زخاة العادية من الأمطار في تلك المناطق تحديدا في المنطقة الحدودية بين السعودية وسلطنة عمان واليمن تمتد لاحقا أو خلال بداية الأسبوع باتجاه المنطقة الجنوبية الغربية مرتفعات جزان وعصير والباحة وبالتالي تشتد الهطولات المطارية في تلك المناطق اعتبارا من بداية الأسبوع القادم ننتقل الآن إلى تفاصيل حالة جوية لهذه الليلة في العاصمة الرياض حيث يصد تقصافي مع 30 درجة مئوية بالنسبة لثلاث أيام القادمة المتوقعة في العاصمة الرياض الأربعاء يصد تقصافي مع 43 درجة مئوية كحرارة عظمى 30 كحرارة دنيا الخميس الخفاف قليل على درجات الحرارة 42 درجة مئوية بحرارة عظمى أما الصغرات 29 درجة مئوية يوم الجمعة 42 إلى 30 في الختام نترككم مع هذا الفيديو الملتقط لأسراب النجرات في منطقة أبها إلى هنا إلى اللقاء لا إله إلا الله شوفوا الأرض كله جراء والسماء الأحمر ده ما عم بحصوا جراء هذا لبه الأرض شوفوا 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 شون كم ينزم سبحان الله يوم الأثنين فمن يدرق قعدة أعداد بل ملايين لا إله إلا الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر